ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل ويمكن في قلوبنا اليقين ويلهمنا الرشد في جميع أحوالنا وشؤوننا وأطوارنا وأن يرزقنا الاتباع الكامل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشيخ هنا يتكلم في طرف ما يتعلق ببعض آفات اللسان وهذه الآفة العظيمة وهذه المعضلة الشديدة وهي آفة الغيبة والغيبة كما سمعتم الكلام ربما في الدروس السابقة الأصل فيها وفي مادتها وفي دوافعها ما يخرج من القلب تجاه الخلق من الغيرة منهم أو الاستصغار لهم أو الحسد لهم فغالبا لا تصدر الغيبة إلا عن شيء من هذه الصفات الذميمة الموجودة في النفس ثم بعد ذلك سمعتم الكلام عن معنى الغيبة وتعريفها وعظمة هذه الآفة وما يترتب عليها وأن الكثير من العلماء قالوا بأن الغيبة هي كبيرة من الكبائر بل من أشد الكبائر لما ورد فيها من النصوص العظيمة الشديدة وكما وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها كأن يأكل المؤمن لحم أخيه ميتا وأن استطالة الرجل في عرض أخيه شبهت بأربى الربا أو أشد الربا والعياذ بالله تعالى وما نعلم من خطر الربا وعظمته وأن أصحابه هم محل حرب من الله سبحانه وتعالى في علاه يتكلم الإمام في ملخص كلام الإمام الغزالي هنا عن علاج هذه الآفة والعلاج دائما يتكلم فيه الإمام الغزالي عن معجون من العلم والعمل معجون من العلم والعمل لأن العلم وتصور الأشياء في الذهن له تأثير ولكنه بلا عمل يبقى هذا التأثير محدود ومقصور فإذا عمل المؤمن على وفق الصواب وعلى وفق ما ينفع أثمر وأثر هذا العلاج وإنما قالوا من يتصور العلاج دون أن يعمل مثاله مثال ما نسمع من النكتة المضحكة عن الرجل المغفل الذي أعطاه الطبيب رشدة العلاج وقال له خذ هذا الدواء وامشي عليه أسبوع فإنك تتعافى بإذن الله أجاب بعد أسبوع ولا زال المرض فيه وقال يا دكتور أنا أخذت هذا العلاج ولكن ما انتفعت به قال له ماذا عملت أنت بالعلاج؟ قال أنا أخذت هذا العلاج ومشيت عليه أسبوع كيف مشيت عليه؟ قال مشيت عليه قال يحط العلاج في الأرض ويمشي فوقه هذا معنى كلمة مشيت عليه واختلط عليه الفهم لمعنى الاستعمال لهذا الدواء وأخذ هذه اللفظة العامية التي تستعمل على ألسن الناس في أمر الاستعمال فإقول امشي على هذا الدواء أي اعمل بهذا الدواء هذه الفترة فلهذا حصل ما حصل من هؤلاء الناس الذين يتصورون كثير من العلاجات ويتصورون كثير من التطبيبات ويتصورون كثير من الأعمال وهم يعملون على خلافها ولذلك كان من أعظم وجوه هذه الأدوية لهذه الأدواء فذكر الإمام الغزالي هذا الوجه من العلاج وهو تصور معنى المقابلة ومعنى المقابلة والمعاملة مع الحق سبحانه وتعالى هو وجه من أعظم وجوه المعاملة ومن أدرك ذلك ترقى في سيره إلى الله سبحانه وتعالى ولقد أكثر الشارع من ذكر هذا المعنى سواء كان في الكتاب أو كان في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجه المقابلة سواء من جانب الخير أو ضده فإن الله سبحانه وتعالى قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فقال الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا فتجد الجزاء دائما موافق ولقد جاء الجزاء من جنس العمل وجاء في كلامه صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من سترى مسلمان في الدنيا ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة فكل عمل يقوم به العبد يقابل من الحق سبحانه وتعالى بمقابلة على نفس هذا وعلى وفق هذا العمل يا أيها الإدلامي قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ما هي النتيجة؟ يفسح الله لكم فكل عمل يقوم به العبد قالوا ينبغي له أن يتصور وجه المعاملة مع المعبود سبحانه وتعالى في علاه وإن كنت في المجلس مثلا الآن لو تفسحت لأخيك فسحة بسيطة يسيرة في المجلس وتتصور أن ذلك يثمر لك فسحة من الحق سبحانه وتعالى وكم تكون هذه الفسحة؟ هل هي في مكان؟ هل هي في زمان؟ هل هي في حال؟ هل هي في رزق؟ هل هي في الظاهر؟ هل هي في الباطن؟ هل هي في الدنيا؟ هل هي في الآخرة؟ هي في كل ذلك وزيادة لأنها جاءت من عند الله سبحانه وتعالى في علاه فلو أدرك العبد هذا المعنى في المقابلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لأحسن في جميع أحواله وفي جميع شؤونه وشهد هذا الوجه بالوجوه المعاملة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك ذكر أهل الدوق أهل المعرفة أن هذا المعنى إذا تمكن في قلب العبد أولا يدرك به العبد عظمة معاملته مع الله سبحانه وتعالى أنك عندما تتعامل مع الخلق إنما أنت على وجه الحقيقة تتعامل مع خالقهم فإذا نفعتهم نفعك إذا غفرت لهم غفر لك إذا عفوت عن مسيئهم عفى عنك إذا سامحت مسيئهم سامحك فيلذ لك هذا الوجه من المعاملة مع الله سبحانه ولذلك تصدر من صاحبي هذا المشهد من المعاملات ما لا يدركها عامة الناس الذين يعيشون الأنانية ولا يرون إلا أنفسهم ولا يشهدون إلا مصالحهم وقالوا أعظم من ذلك ما يسكر قلب المؤمن ويشهده لذة المواصلة من الحق سبحانه وتعالى أن يرى أن الحق سبحانه وتعالى يتكرم عليه ويتفضل عليه بأن يكون محل السند له فنحن نرى الوالد ونقول لو مثلا رئيس هذه البلاد وأنا موظف صغير في وزارة من الوزارات وجاء رئيس هذه الدولة يزور هذه الوزارة وقامت الوزارة له ولم تقعد وقام الوزير والمدراء والإدارات وتحركت البلد وتحركت الناس ثم هذا الرئيس قال أمام الوزير وأمام المسؤولين فلان هذا فلان إذا فرحتوه فرحتوني إذا أسعدتوه كأنكم أسعدتموني إذا أعطيتوه كأنكم أعطيتوني كيف الوزراء والمسؤولون سيتعاملون مع هذا الموظف الصغير لن يكون صغير من هذه اللحظة لن يكون صغير بعد هذه الساعة وستكون المعاملة معه معاملة مختلفة لأنهم كلهم سيتعاملون معه على أساس أنه له عناية خاصة من رئيس الدولة وأن الذي يؤثر عليه يؤثر على ذلك الرئيس فما الإحساس الذي سيعيشه هذا الموظف من الفخر من المحبة من الأنس من الرضا بذلك الصنيع الذي صنعه له ذلك الرئيس امتنان عظيم امتنان كبير ولله المثل الأعلى رب العالمين سبحانه وتعالى في عليائه يقول لعباده إذا سترتم عبدي هذا أنا أستركم ما رأيكم فيها يعلن إعلانه إذا عفوتم عن عبدي هذا فأنا عفوت عنكم إذا سامحتموه في تقصيره سامحتكم إذا أعطيتموه أعطيتكم وإذا منحتوه منحتكم فجعلك أنت وجها وسببا لمقابلته لعباده تدرك هذه النعمة وهذه المنة العظيمة منه سبحانه وتعالى فلذلك إذا أدرك الإنسان هذا المعنى بين أن يعامل الناس على أساس أنه يعامل الله فيهم ويدرك كذلك أن الله سبحانه وتعالى ممتن عليه بأن جعل نفسه في عظمته وفي جلاله محلا للإحسان لمن أحسن إليه والكذلك النقمة والانتصار له ممن ظلمه وأساءه ما لم يدافع عن نفسه فإذا توكل عليه واستند إليه ورجع إليه أنه سبحانه وتعالى يتولاه وينتقم له وينتصر له للذ له معاملته مع الله سبحانه وتعالى وتعسر عليه قطع هذه المسافات وهذه العقبات في شأن هذه الآفات التي ربما يرى الإنسان أنه يصعب عليه الانفكاك عنها ولكنه لو عمل واجتهد مع هذا الذوق مع هذا الفهم لتيسر ولذلك دائما الإمام الغزالي عندما يتكلم عن آفة من الآفات ثم يتكلم عن علاجها يقول وعلاجها معجون من العلم والعمل معجون من العلم والعمل فتصور هذا العلم وهذا الفهم وتمكنه في الذهن باستحضاره حتى يكون مع هذا الاستحضار ذوقاً ووجداناً وطعماً يطعمه وإحساساً يحسه يجعل بعد ذلك العمل على وفقه سهل وميسر ويرى أن الاستطالة في أعراض الناس أمر خطير لماذا؟ لأنه منازعة محاربة مع رب هؤلاء الخلق سبحانه وتعالى في علاه فيشق عليه هذا الأمر ويعظم عليه هذا الأمر فذكر هذه الخلاصة الإمام فيما يتعلق بالعلاج من هذا الداء خصوصاً داء الغيبة وما كان من أسبابه ولا أطير عليكم في الكلام فهذا الكتاب يشرحه معكم الحبيب علي الجفري وأنتم الآن في امتظار درسكم مع شيخنا الشيخ وسامة وإنما جئنا للانتفاع والاستماع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم في هذه الساعة إنه كريم رحيم والحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى موسيقى